موسيقى وانا دائما خطاباتي ودروسي ندافع على المرأة واذود على المرأة وقول النبي قبل ان يتوفى صلى الله عليه وسلم اخر ما قال اوصيكم بالنساء خيرة اوصيكم بالنساء خيرة ثلاث مرات ثم مات صلى الله عليه وسلم توفية النبي اللي يقول خيركم خيركم لأهله احسن واحد فيكم يا رجال والباهم عمرته وانا خيركم لأهلي وقال النساء لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن لأيم اذا كان معيار الدين امتاعنا يقول راه اللي يكرم المرأة كريم واللي هينها لأيم واللي بل اكتر من هكذا كان الرجال في جاهليتهم وحتى في مجتمع العربي يتصوروا ان الرجولته وشهامتك يغلب مرته النبي يجعطهم درس معاكس قلم القوي فيكم يا معش الرجال من يغلبه الضعفان قالوا من الضعفان يا رسول الله قال المرأة والولد زوجتك وولدك اذا غلبوك بمعنى مجازل الكلمة يعني تدل عليك وتغلبك وانت تجاريها برفق ورحمة شو الاسلام اش علمنا شركها في الحياة السياسية وفي الاجتماعية وسيدنا عمر خليها وزيرة رئيسة الحسبة تاريخنا قد واذا حرية المرأة وتشريكها في العيام من السياسي والحياة السياسية ومساواتها للرجل ما هيش معنى جبناها من عند الغرب ولغيره وانكا نحن لايش كال عندنا لكو ناخذ بعض التجارب الاوروبية اما القيم قيم اسلامية اصيلة تدعو لحرية المرأة وتدعو لمساواتها فكيفاش الان يعملوا علينا حملة وحبوا يصورونا في صورة المعاكسة لهذا وانا قلتها ومش هي قضية الهمة ياسر انا قلت لك تي سألتني صحفية قلت هذا موضوع مش موضوع تونس هذا موضوع مزيفة قلت اسألني انتي على الحرية اسألني على التشغيل اسألني على خفض الاسعار اسألني على ضرب الفساد في البلاد اسألني على الاعلام ليس اسأل فيها على الموضي هذه مايش قضايا تونسية قلت لها انا ضد الحكاية هذه تماما ونعتبرش لها الفتوى الفقه هذه صيحة هي ذكرت الفتاوى قلت لها فتاوى عملوها غيرنا وقلت لها اغلب العلماء ضدها هذا ش قلت لنا لكني اش عملت قطعت كلامي ونحات وجابت وشربكت التصريح ماهي في 48 دقيقة وانا نقول اكثر من 48 دقيقة جيبوا ترب كله واعرضوا في التلزة خليل الاس يسمعوا ماذا قال هذا الحبيب اللونس على حلية المرأة وعلى المجتمع وعلى التقدم وعلى حضارة وعلى الفن وعلى جيب ترهم تصريحه كامل هذا التصريح يخيفهم قعد تدعي قاد قال لي كلام خطير لو كان نجيبه تنتجيه تعمل في حملة علامية ترجيبنا الكلام الخطير هذا ان نتحدها قال له هاته الكلام الخطير هاته هاته بسجن البركة موش تدعي لي انا قلت شفاها تاني